استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيار التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والوفد المرافق إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين منوها بنتائجها الطيبة التي تستهدف بناء الشراكة الاستراتيجية البناء وإقامة جسور تعاون الاقتصادي مع الصين مؤكدا بأنها مقدمة لشراكات ممثلة مع دول رائدة تسمح بالانفتاح على اجتذاب الاستثمارات الخارجية التي تسهم في تنويع وتوسيع القاعدة الانتاجية وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية باتخاذ الخطوات العملية والإجراءات اللازمة لإخراج الاتفاقيات الموقعة إلى حيث التنفيذ الفعلي تحقيقا لغايتها المنشودة وتقديم تقارير دولية بشأن سير التنفيذ فيها من جانب آخر كلف المجلس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاها بمتابعة جهودها الحثيثة من أجل تحسين ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي وتعزيز التواصل مع منظمة الشفافية الدولية لإبلاغها بعدم انسجام تصنيف الكويت مع ما تتمتع به من وجود مؤسسات رقبية وضوابط وتشريعات ينتظر أن تكفل لها المكانة المستحقة